ما يزال التيار الصدري يمارس ضغطا على رئيس الوزراء نور المالكي لدفعه نحو الالتزام بمتفق عليه في اجتماع اربيل اعضاء في تيار الاحرار اكدوا خلال مؤتمر صحفي الاثنين ان بند سحب الثقة من الحكومة ما زال قائما في حال عدم استجابة المالكي لتنفيذ الاتفاقات خلال خمسة عشر يوما تنتهي في السابع عشر من شهر ايار الحالي نافين ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن تجميد العمل برسالة زعيم التيار الصدري التي قدمها للتحالف الوطني اذا لم تستجيب الحكومة لهذه المطالب ولهذه النقاط ستطرح في التحالف الوطني ومن ثم ستكون هناك اجراءات بسحب الثقة عن الحكومة سحب الثقة من المالكي لاقى ترحيبا من اعضاء في التحالف الكردستاني وجدوا فيما اسموه التصعيد الاعلامي لاتلاف دولة القانون مؤشرا لعدم جديتهم في حل المشاكل السياسية العالقة ما نراه من تصعيدات اعلامية من اتهامات بشكل مستمر من قبل دولة القانون مؤشرات سلبية مؤشرات تشير الى انهم غير جادون في حل المشاكل واننا قد نتجه الى خيار سحب الثقة في المستقبل هذا التقارب في وجهات النظر بين التيار الصدري والتحالف الكردستاني وصفه اعضاء في القائمة العراقية بالمتأخر كونه جاء بعد احساس هذه الكتل ان البصاط بدأ يصحب من تحت اقدامها على حد وصفهم مشيرين الى ان سحب الثقة من الحكومة في الوقت الحالي يدخل البلاد في ازمة سياسية كقائمة عراقية نحن لم نطالب باكثر من اتفاقيات اربيل وهذه مناشداتنا لمدة سنتين موضوع سحب الثقة عن السيد رئيس الوزراء نور المالكي يدخل البلد في ازمة سياسية وهذا ما اكدت عليه القائمة العراقية عدم تنفيذ بنود اتفاقية اربيل العراقية جعل بقية الكتل السياسية تتخوف ان تكون هي التالية بموضوع عدم تنفيذ بنود الاتفاقيات او سوف يتمسح بالبصاط من تحت اقدامها وبرغم تأكيد اعضاء في اتلاف دولة القانون موافقة الحكومة والتزامها بالاتفاقات واجاد حل للازمة السياسية الا ان اعضاء في التيار الصدري طالبوا باعلان رسمي للمالكي يؤكد فيه موافقته على تنفيذ ما اتفق عليه قبل ايام تم اجتمع للتحالف الوطني وتناول هذا الاجتماع هذه الورقة وكان الاخوة في التيار موجودين حقا ناقشوا هذه الورقة هي مهل الاستجابة بالموافقة ونحن قد ابلغنا الاخوة في تيار الاحرار وهم ايضا مشكل رئيس للتحالف رأي التحالف في هذا الموضوع اننا مع اتفاقيات اربيل لابد ان يكون الرد الرسمي عبر رئيس كتلة دولة القانون او رئيس الحكومة احمد عرام الحرة بغداد